اشتركوا في القناة الكلمة الاولى لدينا كلمة claim مطالبة ادعاء او دعوة او شكوى أهم مرادفات كلمة claim demand assumption case complaint احفظ هذه الكلمات ايضا demand assumption case complaint الها معاني اخرى لكن هنا تأتي مرادفة لكلمة claim اللي هي شكوى او مطالبة claim خلنا اخذ امثلة حتى نتعلم كيف نستخدمها اذا المثال الاول عندنا he claimed that he came from a wealthy, 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 educated, educated family educated, متعلمة, family, aile he claimed that he came from a wealthy, educated, family اقرأ معي الآن he claimed that he came from a wealthy, educated, family ممتاز قرأتها الآن بالطريقة الصحيحة ايضا تذكر انه يكون عندنا بعد اختبار بعد فترة قليلة لذا استعد جيدا واحفظ جميع الكلمات he claimed that he came from a wealthy, educated, family تذكرة اضغط على like و subscribe وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مستقبلا حين نشرها مباشرة ونحن نضع الكثير من الجهد والوقت لذا لا تبخل علينا بالاعجاب و subscribe الاشتراك معنا ومشاركة هذه الدروس لجميع اصدقائي خلوح لي المثال الثاني على كلمة claim who wants who wants to claim this من يريد المطالبة بهذا who wants to claim this عندنا الكلمة البعدها رح ننتقل لها الآن كلمة class class تأتي بمعنى فئة صنف درجة حصة أو دفعة أو تأتي بمعنى صف مدرسي وهي أكثر شيوعا أن تأتي صف مدرسي class class إذن خلنا أخذ مرادفات كلمة class category category degree kind season school room كل وحدة لها معنى مختلف بعض الشيء لكن هنا تأتي مرادفات كلها لكلمة class وحسب معانيها المختلفة حاول أن تحفظ هذه العبارات بالتكرار بصوت مرتفع أيضا class class خلنا أخذ أمثلة على كلمة class he is in a different class he is in a different class إنه في صف مختلف he is in a different class different different مختلف he is in a different class المثال الثاني he was late for a class لقد تأخر عن الدرس he was late for a class he was late for a class كلمة الثالثة العدنة من أصل خمس كلمات كلمة clear 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 صافي واضح رائق أو تأتي بمعنى أزالة أو نظفة clear clear مرادفات كلمة clear find obvious plain remove remove إذن كلمة clear clear مثال أول here handwriting was clear كان خطها واضحا hand writing hand writing here handwriting was clear here handwriting was clear تذكر تكرار الكلمات والعبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد here handwriting was clear it was clear to me it was clear to me what had happened كان من الواضح لي ما حدث اقرأ معي الآن it was clear to me it was clear to me what had happened it was clear to me what had happened it was clear to me what had happened الكلمة الرابعة بحلقة اليوم close close أغلق سد قفل وتأتي بمعنى أساسي أو تأتي معنى قريب close 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 shut down مرادفاتها shut down finish complete essential essential أساسي finish نهاية shut down and complete إذن هذه أهم مرادفات كلمة close close مثال أول the hotel is close to the sea الفندق قريب من البحر إذن إذا تأتينا close بمعنى قريب the hotel is the hotel is close to the sea the hotel is close to the sea would you say would you say you are close friends هل تقول أنكم أصدقاء مقربين اقرأ معي الآن would you say you are close friends would you say you are close friends would you say you are close friends كما تلاحظ أكرر عليك العبارة عدة مرات حتى ترسخ في ذهنك وتحفظ أكبر كمية المعلومات من أول مرة إذن اتبع معي الخطوات وكرر بصوت عالي واكتب جميع العبارات في كراسك العبارات الجديدة بالأخص would you say you are close friends كلمة الخامسة والأخيرة لدينا كلمة couch couch مدرب أو تأتي بمعنى علم تأتي بمعنى حافلة مدرس خصوصي درب أهم مرادفات كلمة couch path path درب أو طريق bus bus حافلة wagon wagon أيضا حافلة وعربة قطار educated educated علم علم educated علم couch 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 نأخذ أمثلة على كلمة couch he has couched his brother he has couched his brother for six years درب شقيقه لمدة ست سنوات he has couched his brother for six years he has couched his brother for six years ممتاز مثال الأخير والجملة الأخيرة بحلقتنا اليوم ركز معي جيدا الآن he teaches history and couch football يعلم التاريخ ويدرب كرة القدم اقرأ معي الآن he teaches history he teaches history and couch football he teaches history and couch football ممتاز انتهينا الآن من حلقة اليوم انتظرونا بالمجموعة الدروس الجاية اللي هي من الدرس 146 إلى 150 قبل نهاية الحلقة راجع جميع الكلمات اللي أخذناها الخمسة اليوم واكتب لمثال عن كل جملة أسفل هذا الفيديو في التعليقات انتظر إجاباتكم واختباركم وقدراتكم على الحفظ بهذه الحلقة من خلال أن تأخذ الكلمات الخمسة وتكون جملة على كل كلمة وتكتبها بالتعليق حتى تستفاد أكثر وتكون أكثر فعال وحفظ وبسرعة تتعلم اللغة الإنجليزية باللفظ الصحيح وبالكتاب الصحيح شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة هذه الدروس لجميع أصدقائكم حتى تعم الفائدة شكرا لكم وإلى اللقاء